موزارة التعليم طرحت المواد التعليمية والتدريبية للفصل الدراسي الثاني أونلاين على موقعها الرسمي من أول سنة ربعة ابتدائي والغاية ثالثة سنوي المحتوى ده بيقدم شرح سهل مبسط للمناهج مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضحية اللي ممكن تكون بتساعد الطلاب إنهم يفهموا المواد الدراسية السؤال مننا إزاي الطالب ممكن يستفيد من المواد التدريبية والتعليمية المتوفرة أونلاين على موقع الوزارة خصوصا بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية ده اللي حنعرفه مع حضراتكم في فقرتنا النهاردة من خلال ضفنا اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور عاصم حجازي واستاذ علم النفس التربوي بجماعة القاهرة برحب بيك دكتور منوارنا ومشرفنا صباح الخير يا فندم على حضراتكم وكل السادة المشاهدين أولا قرار مهم جدا طرح المواد التدريبية والتعليمية أونلاين شايف أهمية القرار ده إزاي وإزاي ممكن الطالب يستفيد منها بشكل مباشر طيب هو القرار ده الحقيقة قرار مهم جدا وقرار متوقع في ظل توجه الدولة نحو رقمانة التعليم القرار ده بيزود الميزة التنافسية للكتاب المدرسي في مقابل الكتاب الخارجي اللي طبعا له سطوة كبيرة وأهمية كبيرة وتواجد كبير بين الطلاب حاليا يعني كمان بيزود نقاط القوة لوزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهراتين من الظواهر المؤسرة أو في النظام التعليمي ظاهرة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي أنا باعتبر أن ده بالنسبة للطالب فرصة كبيرة جدا وجيدة جدا لأنه طبعا بيوتح له المحتوى بشكل رقمي مفيش بقى المشاكل اللي كنا بنشوفها تأخر الكتاب المدرسي بالمناسبة الكتاب المدرسي هيبقى موجود الورقي موجود لكن دلوقتي بيتم طرح الكتاب النسخة الإلكترونية بشكل مسبق وموجودة ومتاحة أمام جميع الطلاب ياخدها في أي مكان يقدر يفتحها في أي مكان يقدر يستفيد منها في أي مكان وفي أي وقت بدون القيود اللي بيفرضها عليه الكتاب المدرسي التقليدي الورقي اللي الطالب بالتأكيد متعود عليه لكن هيبدأ يتعود بدءا من تطبيق الكتاب الإلكتروني يبدأ يتعود على نظام جديد في المذاكرة هذه حطوة دكتور بعد كده كتاب المدرسي بيش بقى موجود يعني هيبقى كله إلكتروني ولا لازم يبقى كتاب المدرسي الورقي موجود لحد الآن الكتاب الورقي موجود وبعدين هو الكتاب الإلكتروني فيه ميزة أنه أنت ممكن حتى لو تم الاستغناء عن الكتاب الورقي بعد كده أنت تطبعه يعني موجود فيه كل المميزات الموجودة في الكتاب الورقي بالإضافة إلى الجانب التكنولوجي والرقمي اللي كل النظام التعليمي دلوقتي بيعتمد عليه طيب المعلومات اللي موجودة جوه الكتاب المدرسي هيلة وفيه تطوير كبير في المناهج إحنا شايفينه فالمعلومات اللي موجودة في الكتاب المدرسي لا تقل أبدا عن الكتب الخارجية ووضعت الكتب الخارجية في مأزق أنهم هم اللي بقوا ويضطروا في بعض الأحيان للحشوة ولزيادة المعلومات عشان يضاهوا عدد المعلومات اللي موجود في الكتب المدرسية لكن النقطة اللي بتبقى الخلافية هي عدد التمارين بتاعة التدريب أو عدد التطبيق هل ده بيبقى موجود على الموقع أو أونلاين؟ دلوقتي فكرة الكتاب الإلكتروني أصلا فكرة عبقرية لعدة أزمان إحنا دلوقتي لما بنتكلم على الكتاب الورقي التقليدي سواء كتاب خارجي أو كتاب المدرسة أو كتاب الوزارة المصادر بتاعة التعلم فيه محدودة يعني ما فيش قدام الطالب غير أنه هو يقرأ النص أو يشوف صورة لكن الكتاب الإلكتروني بيتيح العديد من المزايا الأخرى إنه دلوقتي ممكن دلوقتي يضمن في هذا الكتاب الإلكتروني رابط لفيديو مثلا يبقى الطالب هو بيقرأ الكتاب الإلكتروني ده قدامه رابط لو ضغط عليه يدخل يشوف فيديوهات عن الدرس ده قدامه رابط تاني ممكن يضغط عليه يدخل على المنصة بتاعة التربية والتعليم اللي فيها نمازج الامتحانات ويقدر يحل امتحانات ويحل تدريبات كتير جدا على الموضوع اللي هو بيذكره في نفس الوقت ومن نفس المكان مش يبقى مضطر أنه يقفل الكتاب ويدخل على الإنترنت يفتح المنصة علشان يبدأ يحل أسئلة وإنما من داخل النص نفسه من داخل الكتاب نفسه يقدر أنه يضغط على لينك معين يدخله لفيديوهات عديدة عن الدرس ده يقدر يستمع إليها يعني وصائط متعددة أكتر من اللي موجودة في الكتاب الورقي أي أن كان الكتاب الورقي ده كمان ميزة التدريبات دي اللي هي بتبقى يعني احنا بنقول الكتاب الخارجي ليه ليه سيطر لفترات طويلة زي ما حدت تفضلتي وأشارتي أحد العناصر المهمة التمارين اللي موجودة فيه والاختبارات ونمزج الامتحانات كمان هو بيقدم المعلومة بشكل تحليلي يعني بيركز على كل جزئية فيها في الكتاب الخارجي دلوقت كتابي الوزارة بدأ يعمل نفس الكلام ده لكن برضو في حاجات تانية يعني ممكن نستغل الفرصة ونطالب بيها برضو يعني احنا محتاجين مسيرة التطوير لا تنتهي محتاجين برضو يعني مثلا في الكتاب المدرسي ده تبصت لقى مكتوب الفيزياء للسنوية العام لا الكتاب الخارجي ما بيعملش كده الكتاب الخارجي بيستخدم اسم جاذب للطلاب دايما الكتاب الخارجي بيقال له اسم بيبقى كمان تصميم الغلاف الحاجات البسيطة دي بيبقى مؤسيات ده اسم للمفاضلة التجارية ما بين الكتاب الخارجي والكتاب الخارجي الأخرى ولكن أساس المنهج هو الفيزياء بالفعل فإحنا حنسميها فيزياء حنسميها أيا كان لكن هو إحنا بنتكلم عن بالعكس قد يكون ده أكثر وضوحا وأكثر مباشرة لا بالضبط هو كلام حضرتك إحنا بنركز على المحتوى ده شيء مهم وأساسي لكن إحنا بنتعامل برضو مع طلاب والطلاب دول بيخضعوا للتأثيرات الدعائية يعني لو إحنا حتى بنلاحظ الأسلافنا العرب مثلا لما كانوا يجوا يقلفوا كتب كانوا بيخلوا العنوان جاذب يعني يجي مثلا كتاب في النحو يقول مغني اللي بيبقى عن كتب الأعريب ما يقولش كتاب النحو فيقوم الإسم الجاذب ده يجذب الطلاب ودي كانت البداية يعني بداية جاذب الكتب الخارجية للطلاب كانت من خلال الإسم الجاذب من خلال التصميم الجيد من خلال التركيز على الخلاصة اللي عايزها الطالب اللي هي الامتحانات طبعا إحنا ضد أن يبقى فيه تركيز على نظام الامتحانات في الكتاب المدرسي ولكن ما فيش مانع أن احنا نستعين بالأدوات الأخرى الأسماء الجاذبة التصميم الجيد للكتاب بالإضافة للميزة اللي مش هيقدر الكتاب الخارجي يحققها وهي ميزة أن يبقى فيه محتوى إلكتروني مرتبط بالمنصات التعليمية وبالجروح الفيديو شروح الفيديو ونتوقف عندها بعد إذنك شوية يعني من جاذبية العنوان لجاذبية المحتوى ده الأهم المحتوى اللي بيقدم للطالب ويخليه فعلا يتابع الكتاب الإلكتروني أو كتاب المدرسي بشكل دائم ومستمر السؤال هنا أنا إزاي ممكن أستفيد من الكتب أونلاين دي مش بس عرض فيديوهات ووسائط متعددة فكرة التفاعلية دي مهمة جدا لأنه الإنترنت بيديني ميزة التفاعلية وأنه ممكن يبقى فيه أسئلة أطرحها يبقى فيه إجابات يبقى فيه مثلا نقاط معينة في درس معين في الفيزياء أو غيره عايز أستزيد منها أكتر وأفهم منها التفاعلية دي ممكن إزاي تتحقق في الكتاب أونلاين الكتاب الإلكتروني ميزته أنه أنت قاعد في مكان واحد وممكن المكان ده ما يكونش البيت يعني ممكن وإنت في المواصلات حتى بتقدر أن أنت تدخل بس يوش طرح أن أنت تكون على الإنترنت ويمكن ده بيعدوه أحيانا من العيوب يعني عشان تستفيد استفادة كاملة بنسبة 100% من الكتاب الإلكتروني لازم تكون متصل بالإنترنت بس تصفح المنصات التعليمية متاح بالمجان في مختلف اشتراكات الإنترنت يعني إذا كانت البقاء موجودة أو إذا كانت البقاء مش موجودة المنصات التعليمية متاحة بالمجان كاملة بالضبط ولو حابب يستزيد لأنه طبعا هو الطالب بيبقى يعني حب الاستطلاع بيدفعه لمزيد من البحث ومزيد من الرغبة في اكتشاف المزيد من المعلومات يعني ميزة الكتاب الإلكتروني أنه من مكان واحد وإنت قاعد قدام شاشة التابلت بتاعك بتقدر أن أنت تشوف كل حاجة تتعلق بهذا الموضوع اللي أنت بتدرسه لو حابب تزود يعني طبعا إحنا عندنا أنماط تعلم مختلفة فيه ناس بتحب تشوف فيديوهات فيه ناس بتحب تشوف صور ورسوم بيانية فيه ناس بتحب تطبق وتعمل تحل أسئلة وهكذا كل ده بيكون متاحه من مكان واحد ما أنت شمحتك تتنقل من مكان لآخر أو من مهمة لأخرى علشان تمارس كل هذه الأنواع من الأنشطة أنت من نفس المكان بتقدر تعمل كل هذه الأنشطة وتقدر تطبق وتقدر تحل امتحانات وتقدر تشوف فيديوهات وتقدر تسمع وتقدر تشوف رسوم وصور كل هذه الأشياء تقدر تسأل من مكان واحد حتى تقدر تسأل دي هي بتوصلك للمنصة الإلكترونية المنصة الإلكترونية متاح فيها أن أنت تسأل ومتاح فيها محاضرات تفاعلية بين المعلم والطلاب لأن إحنا عندنا نمطين من التعلم المنصات التعليمية بتتبناهم نمط التعليم غير المتزامن والتعليم المتزامن يعني ساعات بيبقى فيه محاضرات تفاعلية المعلم موجود مع الطلاب أو محاضرات مسجلة وانت بتدخل تسمعها بعد كده النمطين متاحين عبر المنصات التعليمية اللي بتتحها وزارة التربية والتعليم كمان يعني احنا عايزين نقول برضو ان الكتاب المدرسي ده الالكتروني او الورقي ايا كان مش هتحقق انت كطالب الاستفادة القصوى من التعليم من نظام التعليم الحالي الا بالدمج بين التلات حاجات اللي بتتحهم الوزارة ان انت تستمع لقنوات مدرستنا تشوف الدروس عبر قنوات مدرستنا ان انت تدخل على المنصات والمنصات وزارة التربية والتعليم طورتها وبتطور فيها باستمرار بشكل كبير جدا دلوقتي بقى فيه بنوك اسئلة متاحة ويقدر الطالب يعني الميزة اللي كانت بتميز الكتب الخارجية امتحانات سابقة واسئلة كتير وهكذا بقى دلوقتي موجودة وبالمجان على المنصات التعليمية وبالاضافة الى القراءة من الكتاب الالكتروني والتلخيص بقى وتعمل انت مهاراتك المطلوبة منك علشان تبقى بتذكر بطريقة جيدة وتلخص وتقارن وتحلل وتعمل كل حاجة اللي انت عايزها وما فيش مانع انت تعمل ده في ورقة خارجية وتبدأ تكتب مذكراتك الخاصة وملخصاتك الخاصة دكتور كميزة يمكن حضرتك لسه اشرت لها ولسه بتتكلم فيها انه الكتب الخارجية وكنا بلسه نتكلم في الموضوع ده كان من ضمن مميزاتها اللي الناس بتقبل عليها علشان التدريب وعلشان الاسئلة بعد بنك الاسئلة وبعد بقى فيه نمازج بتقدمها الوزارة مش بس بقى فيه اسئلة مختلفة بقى فيه توجيه للشكل المطلوب انه هو الطالب يتعلمه او يستفيده ما يبقاش فيه حشوة عالفاضي لو الدرس ده متاخد علشان فيه مجموعة اهداف بتبقى معلنة في بداية الدرس بيتم التطبيق عليها من خلال بنك الاسئلة في بعض الاحيان كانت الكتب الخارجية بتحط اسئلة عشان تبقى حطت اسئلة كتير لكن اللجوء للمنصات والبنك الاسئلة اعتقد بيعظم الفائدة في الاستجابة للفهم للدرس المفروض انا بحيي حضرتك على النقطة دي وهي نقطة فعلا مهمة جدا جدا لانه احنا لو بنشوف الكتاب الخارجي ده بيجيب اسئلة منين بيجيب اسئلة السنوات السابقة وامتحانات السنوات السابقة ويحطها في الكتاب طيب السنوات السابقة قوي يعني من قبل سنتين ثلاثة كانت نظام الاسئلة مختلف خالص عن النظام اللي موجود دلوقتي هو هيجيبها ويحطها في الكتاب والطالب هيدخل يحلها وبيعمل بقى الطالب ده بيحصل له مشكلة لما بيدخل اللجنة ويلاقي ان نظام الاسئلة اخر السنوات مختلف تماما لانه هو جاب لك امتحانات سابقة ايوة لكن النظام اللي امتحانات ونظام الاسئلة اتغير وبقى فيه تعديلات كبيرة جدا وجزرية فالأضمن لك طالب دلوقتي في السنوات العامة وحديثنا طبعا لابنائنا طلاب السنوية العامة واولياء امورهم الأضمن لك ان انت تدخل دلوقتي وتابع الاسئلة الموجودة على المنصات التعليمية اللي اتحتها وزارة التربية والتعليم لان الاسئلة دي اعدت وفقا للنظام الجديد وبتقيس مهارات الفاهم والتطبيق والتحليل والتركيب ودي المهارات اللي الوزارة بتستهدفها ومخرجات التعلم اللي الوزارة بتسعى لتحقيقها اعتمادك على الاسئلة اللي موجودة في الكتب الخارجية غلط جدا لان الاسئلة دي معظمها مش هنقول كلها ممكن يكونوا يعني اخر سنتين مثلا وفقا للنظام الحديث لكن السنوات اللي قبل كده انت بتدخل تحل اسئلة بتبرمج دماغك على طريقة معينة في المذاكرة وطريقة معينة في الحل هي بالتأكيد غلط لان دي كانت قديمة قوي وتم تطويرها في الوقت الحالي طيب دكتور عاصم اي مدى ده ممكن يساعد في تقليل ظاهرة الكتب الخارجية يعني كل اسرة مصرية دلوقتي بتحط في ميزانياتها الشهرية بند كده للكتب الخارجية وطبعا اعباء اقتصادية جمدة جدا على الاسر انها تشتري خصوصا لو كان في اكتر من طالب مثلا في سنوية عامة او في شهادات داخل البيت الواحد ممكن ازاي المنصات دي تقلل او الكتب اونلاين تقلل من انتشار ظاهرة الكتب الخارجية او تحاول شوية ما تبقاش منتشرة زي زمان طبعا الخطوة خطوة جميلة جدا وجيدة جدا وطبعا التركيز الاعلامي على ابرازها واظهارها ده كويس جدا لان الناس برضو لسه ما تعرفش حاجة عن المميزات دي فلما نطلع ونقول لهم مميزات الحاجة دي ايه ويبدأوا بالفعل يستخدموها واكتر من مرة وهكذا ويحصل نوع من الالفة والخبرة بهذه الطريقة في التعليم الجديدة ان انا يبقى معايا الكتاب اونلاين وان انا اقدر ادخل من الكتاب ده المنصات التعليمية واستفيد من الكنوز اللي موجود عليها انا باعتبرها الحقيقة كنوز الاسئلة والتطبيقات والفيديوهات وهكذا ولقي نفسي ان انا بقدر احصل المعلومة باكتر من شكله باكتر من طريقة واطبقها وحل عليها كل ده في جلسة تعليمية واحدة وفي مكان واحد فدي ميزة مش موجودة في اي حاجة تاني والمفروض ان انا اجربها وهتأكد بنفسي لما اجربها ان دي افضل مليون مرة من الاعتماد على الكتب الخارجية وشيئا فشيئا يعني الكتب الخارجية ده الوقت ثقافة والثقافة طبعا صعب تغيرها فيه وليلا هتخد وقت يعني شكلك عبر سنين في سنين كده فيه ثقة بالكتاب الخارجية بالضبط وترشيحات الاقران السابقين لا وهي خلينا برضو نقول لنا واللي علينا كانت حل لمرحلة من المراحل اللي كان بيحصل فيها تأخر كبير في كتب الوزارة فكانت الناس بتستعيد بالكتب الخارجية ولكن ده الموضوع ما كانش فيه حلول هي مبتبطة بظاهرة الدروس الخصوصية لان الدروس بتبدأ بدري والمعلمين بتوع الدروس بيبدأوا بدري والكتاب المدرسي بتأخر شوية فبنضطر ان احنا نستغل الكتاب خارجي علشان نبدأ نشتغل به في الدروس الخصوصية وهكذا وطبعا مدام بدأنا بكتاب بنفضل ماشيين به وخلاص بنشتغل في السنوات السابقة وتحولت للأسف لثقافة وللأسف هذه الثقافة يعني بوزت كتير قوي في طريقة المذاكرة وتوجهاتنا كمان نحو العملية التعليمية بقنا بنذاكر وبنتعلم علشان نمتحن ونجيب درجات كويسة مش علشان نتعلم فهي غيرت هي كثقافة غيرت كتير جدا في مفهومنا عن التعليم ومفهومنا عن الدراسة ودفعيتنا نحو التعلم وتحقيق النجاح طيب دكتور فكرة ان الكتب الكتب الوزارة متاحة على موقع الوزارة ومش موجودة فقط كنسخ للقراءة فقط لا موجودة ومشروحة على المنصات التعليمية المختلفة الميزة في الموضوع فكرة وجود الشرح من أكثر من معلم يعني إذا لم تستطع تلقي المعلومة من واحد من المعلمين فهناك شرح واثنين وثلاثة وكلهم يعني طبعا تبعين لوزارة التعليم فكرة اختيارك كأنك برضو بتختار مدرس الدرس الخصوصي بتاعك ده وفر عبء مد كبير على الأهل ده بنسميه في علم النفس التربوي يعني التعليم المتميز أنه بيقدم لك تعليم متوافق مع احتياجتك ومع قدراتك وتقدر أن أنت تتعلم براحتك وبالشكل اللي بتفضله لأن الناس عندها أساليب مختلفة في التعلم زي ما قلنا من شوية كمان سرعة التعلم بتختلف من شخص لآخر ففي ناس بتبقى محتاجة أن تسمع الحاجة مرة واحدة فتفهمها في ناس بتبقى محتاجة تسمعها بأكتر من طريقة ومن أكتر من شخص وتكرر وهكذا فكل ده متاح يعني عايزين نقول لأبنائنا أن وزارة التربوي والتعليم قدمت لك كل ما يمكن تقديمه الحقيقة يعني إنجازات ضخمة جدا وكبيرة جدا ومش سهل أنها تتعمل في هذا الوقت القياسي يعني يبقى دلوقتي أن أنت تدخل تستفيد من هذه الميزات اللي قدمتها وزارة التربوي والتعليم لما تدخل تقرأ النص من الكتاب الورقي أو الكتاب الإلكتروني وتستمع لهذا النص من أكتر من معلم وتجرب أن أنت تحل أسئلة على هذا الموضوع اللي أنت درسته وتحصل على الإجابات أو تحصل على فيد باك مباشرة على الإجابات اللي أنت قدمتها كل هذه الأمور بتدعم التعلم وبالمناسبة يعني فيه دراسات أجنبية وعربية اتعملت في 2015 أكدت أن الطلاب مع الكتاب الإلكتروني بيكون تحصلهم أعلى من الكتاب الورقي يعني دي حاجة مهمة جدا يعني طب حضرتك هنا أشارت من شوية نقطة مهمة جدا هي فكرة أو فلسفة التعليم نفسه أنا بتعلم يعني كتب الخارجية فكرة رصخت لفكرة أن أنا لازم أحشي عقلي بمدموعة من المعلومات عشان أمتحن واجيب درجة كويسة بعد كده فكرة إزاي أغير ده ليه فكرة التعلم الحقيقي فكرة تشكيل فكر نقدي ويبقى فيه شخصية حقيقية للطالب أعمل ده إزاي من خلال التعليم أونلاين وبشكل فعلا يضمن تشكيل شخصية طالب مش فقط شخص هيدخل امتحان ويؤدي هذا الامتحان برضو دي نقطة مهمة جدا جدا لأن احنا كنا بنشوف طالب مثلا حاصل على الدرجة النهائية في اللغة العربية ما بيعرفش يتكلم أو ينطق بطريقة صحيحة أو في اللغة الإنجليزية وخلافه فهو كان اللي بيركز عليه الطالب أنه هو لما يجيله سؤال كذا يحل إيه حتى كمان كان فيه استراتيجيات كده للحل لو جات لك كلمة كذا في أول الجملة والباراجراف مزلا تكتب كذا في الأول وكذا في الآخر الحاجات اللي طلبت تعودوا عليها عبر فترات طويلة يعني طبعا لا دلوقتي الأمور اختلفت تماما بقى في دلوقتي احنا تجاوزنا مستوى الحفظ والتلقين ودخلنا المستويات أعلى في من المستويات المعرفية بقى مطلوب منك أن انت تفهم بقى مطلوب أن انت تطبق بقى مطلوب أن انت تعمل عمليات تحليل وتركيب على المحتوى كل هذه الأمور عايزة إعمال للعقل مش عايزة مجرد أننا أحفظ أنماط سابتة للأسئلة وأنماط أخرى سابتة للإجابة لا بقى كمان الأسئلة مش لازم تيجي مباشرة من الكتاب ومش لازم تيجي نصا من الكتاب ده بتيجي في صيغة تطبيقية وفي صيغة يعني تطلب من الطالب أنه يكون فاهم ويساوي وقادر أنه يمارس عمليات عقلية عليا على هذا المحتوى ويقدر أنه يصيغها في اختياره للإجابة الصحيحة بعد كده في الامتحان وبالتالي فكرة أننا عندي أسئلة أشوفها وادخل أحل زيها بقيت يعني خلاص ما عدتش موجودة دلوقتي الطلاب في بداية تطبيق هذه المنظومة كانوا بيواجهوا مشكلات لأنهم أتعودوا على الطريقة القديمة دي يتعودوا أننا بحفظ أسئلة وبدخل ألاقي الإجابة بتاعتها وبالتشابه وحاجات كده يعني فدلوقتي لا دلوقتي بقى عارف أنه لازم يذاكر ولازم يفهم الكلام ده ولازم يسعى لأنه يفهمه بأكتر من طريقة عشان لما يدخل ويلاء السؤال مختلف في صغته يقدر أنه يجاوب عليه لأنه فاهم كويس أوي المحتوى اللي السؤال ده بيسأل فيه دكتور واحد من المشكلات اللي كانت بتواجه طلاب المدارس الفرنسية أو الألمانية يعني اللي هما في التعليم المصري ولكن اللغة بتكون غير اللغة الإنجليزية إنهم ما كانوش بيلقوا كتب خارجية تسعيدهم ما كانوش بيلقوا أسئلة فكان بيبقى عندهم حاجز اللغة في الترجمة الأول من الكتاب الخارجي للغة الأساسية أو للغة اللي بيدرسوا بيها وبعد كده يبتدوا يحلوا ده واحد من المشكلات اللي تغلبت عليها تماما المنصة بأنها بتوفر كل حاجة مترجمة باللغات اللي كلها بتدعمها التعليم في وزارة التربية والتعليم بالضبط يا فندي يعني يمكن بنقول إن معظم مشكلات اللي كانت بتواجه الطلاب في أي مصار من المصارات التعليمية بيتم حلها يعني الجانب الرقمي ده في التعليم بيتحلنا إن إحنا نحل كتير جدا من مشكلات النظام التعليمي بسهولة ويسر كسافة الطلاب عدم توفر الترجمات عدم توفر الكتب كل هذه المشكلات اللي بيعاني منها النظام التعليمي عبر سنوات طويلة دلوقتي بيتم حلها عن طريق رقمانة التعليم علشان كده إحنا بنتمنى إن أولياء الأمور والطلاب يدركوا هذه المميزات ويعرفوا إن النظام التعليمي بيتطور نحو التجاه الرقمي فده في مصلحة الطالب وفي مصلحة ولي الأمر وفي مصلحة العملات التعليمية كمان أشارت إن إحنا عندنا كنوز حقيقي موجودة ما نعرفش أنا حاجة يعني برضو نقطة مهمة جدا إن إحنا نعرف الطلاب وأولياء الأمور إزاي يتواصلوا ويدخلوا المنصات دي اللي بتتيح مواد تعليمية وتدريبية أونلاين عبر وزارة ترباية والتعليم أو حتى متابعة مدرستنا قناة مدرستنا والمضمون التعليمي اللي بيقدم إحنا ما نعرفش كتير فمحتاجين نوعي الناس ونقدم معلومات إنه إزاي يتم الإتاحة والدخول لمثل هذه المنصات مشكورك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا دكتور عاصم حجازي وإستاذ علم النفس التربوي بجماعة القاهرة شكرا جزيلا نفهم